أهلا بكم من جديد ونرحب بالأستاذ الصحفي والمحاولة السياسة الأستاذ حيدر مكاشف أهلا ومرحبا بك ويوسيد نهارك أهلا ومرحبا أستاذ عمارة بوشيب ومرحبا المشاهد الكريم أهلا بك نبدأ معك هذه الجولة من آخر لحظة ومنها نقرأ الجيش يستنكر اعتداءات الشعبية الجناح الحلو على المواطنين استنكرت القوات المسلحة اعتداءات الحركة الشعبية الجناح الحلو على المواطنين وعليها بجنوب كردوفان رغم جسور الثقة بين كافة الأطراف في ظل وقف إطلاق النار ومفاوضات السلامة الجرية بجمع وأكد بيان للقوات المسلحة أنها ستقوم بواجب التأمين اللازم لحركة المواطنين وضمان ممارسة حياتهم الطبيعية وحمايتهم مع التزامها التام بوقف إطلاق النار وإجراءات بناء الثقة كيف تقرأ هذه الخطوة أو هذا التطور؟ طيب كويس في البداية معلومة معلومة صغيرة كذا للتوضيح الغريبة هناك اثنين خور ورل في خور ورل في ولاية النيل الأبيض وكان معذكر كبير جدا للاجئين من دولة الجنوب وكان قبل حوالي ثلاثة أربع سنوات وقعت فيه أحداث مؤسفة جدا وخور الورل الحالي الذي وقعت فيه هذه الأحداث المؤسفة في جنوب كردفان يعني هناك اثنين خور ورل والغريبة دي سمت حتى لا يختلط الأمر نعم ودي سمت كثير جدا من المناطق في السودان والقرى تلقى يعني ذات التسمية نعم ذات التسمية في أكثر من ولاية الطبع على كل حال هذا هو البيانة الذي أصدرته القوات المسلحة حول هذا الحادث الذي وقع في منطقة قرى الورل أو تحديدا هي مسار أو مرحال محدد للرعاة في تلك المنطقة ومسألة المسارات مسارات الرعاة أو المراحيل ما يعرف بالمراحيل هي مسألة معروفة وموجودة في السودان منذ قديم يعني منذ قديم من مئات السنين يعني منذ أن وجد يعني مربيون الماشية والرعاة وبالتحديد في مناطق المشهورة بكثافة السروة الحيوانية البيانة القوات المسلحة كما طلعته أنت الآن يحمل المسؤولية لجيش حركة تحرير السودان بقيادة عبدالعزيز الحلو من الجانب الآخر أيضا حركة عبدالعزيز الحلو أصدرت بيان وحملت المسؤولية للجانب السوداني يعني كل طرف يتهم الآخر بأنه من بادر بهذا الهجوم حقيقة أنا هنا أريد أن أشير لها نقطة مهمة جدا في 2019 في عام السابق في أكتوبر تحديدا حدثت نفس هذه الأحداث في نفس المنطقة في نفس المنطقة وأذكر كان حتى مجموعة عبدالعزيز الحلو في المفاوضات انسحبت أعلنت تعليق المفاوضات وانسحابة لهذه الأحداث ربطت بهذه الأحداث وحملت الحكومة المسؤولية مجلس السيادة حول هذه الأحداث قرر تكويل لجنة التحقيق حول مجموعة الأحداث ولم يحدث شيء حول هذه اللجنة ماذا حققت وما هي النتائج التي توصلت وهذه واحدة من مشاكلنا الكبيرة جدا مشاكلنا في لجانة التحقيق وتعرف أنه لجنة التحقيق حول فضل اعتصام ما تزال تراوح مكانها فهذه إشكالية فلو كان أصلا اللجنة التحقيق التي تم الإعلان عنها في أكتوبر 2019 يعني اشتغلت الشغل البروبر يعني لكان تم تفادي هذه الأحداث لكن على كل حال أنا أعتقد أنه حسب أنت طلعت البيانة الجانبة السودانية أو القوات المسلحة السودانية أما في البيانة التي أغذرته الحركة الشعبية يعني هناك إشارة تحمل المسؤولية للحركة الشعبية نفسها في بيانة الحركة الشعبية نفسها هي تحدثت عن أنها كانت رافضة للتعيين الوالي جنوب كردوفان الحالي دكتور حامد البشير هي أعلنت رفضها القاطع لهذا الوالي وتتهمه بأنه يعني يمالي جهة وينفذ سياسة حزب الأمة ما عارف في يمالي القبائل باعتبار أنه ينحدر إلى قبيلة معينة هي القبيلة التي يعني نشبت الأحداث بينها وبين القوات الحركة الشعبية دي جانب معناها هي رافضة الأحداث وتريد أن تربك هذه المسألة وترثي رسالة قوية جدا في رفضها لهذا الوالي لأنه في البيان نفسه جاءت هذه الحيثية الشيء الثاني هذا المسار هو مسار للرعاة يتحركوا معروف يعني تاريخيا يتحركوا من الجنوب نحو الشمال في توقيت محدد وأي مسار أو مرحال محدد بطوله وعرضه معروف يعني ليس وليد الأمس أو اليوم أو 2019 أو يعني مسألة قديمة وجدت ألغام في هذا المسار هل يعقل أن يعني الرعاة نفسهم يدرعوا ألغام في طريق في طريق ماشيتهم هذا من المتسبع جدا يكون هناك طرف آخر والذي قام بزرع هذه الألغام المهم في خلاصة الأمر أنا يعني لا أعتقد أن الموضوع يعني هو موضوع يعني مشكلة مرحال أو مسار يعني مشاكل المسارات والمراحيل عادة معروفة تحدث كثير جدا بين الرعاة والمزارعين حتى في دارفور والمناطق الأخرى لكن الذي أخشى هذا مقدور عليه يفترض أن يتم حسم هذه المسألة بشكل واضح جدا حتى لا يتم التعدي على هذا المرحال أو هذا المسألة معروفة أنا أخشى أن تكون هناك دوافع أخرى طيب مع هذه الدوافع الأخرى هل قرر الحلو العودة إلى العمل العسكري بعد تعثر مفاوضات السلام لا لا أعتقد أنه يعني قرر بشكل كامل العودة إلى العمل العسكري ولكن يبدو أنها قد تكون رسائل رسائل لكن رسائل عنيفة أعتقد ذلك أو ربما أنا كما قلت لك أو ربما تكون المسألة يعني هناك عوامل أخرى أثرت فيها يعني هناك ترسوبات قبلية المنطي أصلا يعني فلنكون يعني نتحدث بهضوح أكثر الذي حدث بين قبيلة تتم دار نعيلة وقبيلة الغلفان نعم كانت بينهما بعض المشاحنات وبعض المشاكل ربما ربما البعد القبلي له أثر ربما البعد السياسي له أثر ربما الحركة الشعبية البعد السياسي متمثلا في رفض الحركة الشعبية لوالي جنوب كريوانا الذي تم تعيونه طيب يعني هل هناك احتمالات للعودة للعمل العسكري لا أعتقد احتمالات لا أعتقد لا أعتقد عودة بالشكل الصريح والواضح ده لا أعتقد طيب يعني في الخبر ذكر أو في البيان القوات المسلحة ستقوم بواجب التأمين اللازم لحركة المواطنين وضبان ممارسة حياتهم الطبيعية وحمايتهم وفي الجانب الآخر مع التزامها التام بوقف اطلاق النار كيف تمضي هذه العملية واجرى بناء الثقة نعم صحيح هو أصلا اعلان اطلاق النار معلن من قبل الجانبين ومستمر القوات المسلحة السودانية هذا واجب في حماية المواطنين وتوفير الأمن والأمان لهم ونتيجة لأحداث كثيرة جدا كانت يتعرض عليها الرعاة في ترحالهم عبر هذه المسارات والمراحل هناك قوة ترافقهم لتأمين مسارهم وهذا شيء طبيعي جدا لمجرد التأمين وتحميم من أي اعتداءات لأن هذه المنطقة شهدت كثير جدا من عمليات النهب والاعتداءات كانت تكررت كثيرا جدا من قبل قيام الثورة وحتى أحداث كثيرة جدا فكان من الطبيعي جدا أن تخصص الحكومة أو تخصص القيادة العامة مجموعة عسكرية ترافق هؤلاء في حلهم وترحالهم لحمايتهم خاصة وأن مال السروة الحيوانية من دور كبير جدا في رفض الاقتصاد السوداني فلا بد من أعتقد أن هذا إجراء طبيعي لا يؤثر بأي شكل على مسار التفاوض بين حركة الحلو وبين الجانب طيب يعني هل ستكون هذه الحادثة معزولة ويتم تجاوزها أم أمام سيناريوها الجديدة نتمنى أن تكون معزولة نتمنى أن تكون معزولة لكن الواضح جدا يعني كما ذكرت لك أن الحركة الشعبية وعلى في أعلى مرجعياتها القيادية أصدرت بيان واضح جدا في المسألة وحاولت أن تحمل فيه المسؤولية للحكومة السودانية وأنها خرقت وقف إطلاق النار ولكن لا نعلم حتى الآن طبعا الحادث وقع يوم الجمعة لا نعلم حتى الآن ما تقرره بشأن التفاوض هل ستواصل في التفاوض بعد أربع شهور هي عادت للتفاوض بعد التوقف دام أربع أشهر عادت مؤخرا فننتظر لنرى فإذا ما كانت يعني أعلنت أنها ستواصل لكن على العموم في النهاية لا بد من وضع حد حاسم إذا كانت المسألة خاصة بالمسار بهذا المسار أو بهذا المرحل المسألة يمكن جدا تكوين لجنة هذا الإشكال حدث في ولاية شرق دارفور والآن والي شرق دارفور نفس الإشكال بين الرعاة ومزرعين حول مرحال أو مسار محدد والي شرق دارفور الجديد عيّ اللجنة من مختلف الأطراف المعنية هي أمنية ومختصين وفنيين لحسم هذا الموضوع فأعتقد أن المسألة لو فقط خاصة بهذا المرحل هذه معروفة جدا يعني يحدث طوله عرضه مساره هذا المسار يأتي من الجنوب مرورا عبر كادوغلي عاصمة الولاية مرورا عبر هبيلة هبيلة دي منطقة مشاريع كبيرة قرى الورل إلى القوز حتى الأبيض حتى الأبيض عاصمة ولاية شمال كوردوفان معروف طولا وعرضا فيمكن جدا إذا كانت أنا أخشى أن تكون ليست مسألة مسار فقط يمكن جدا كما فعل والي شرق دارفور أن يتم تكويل لجنة من كل الأطراف المعنية والمختصة لحسم موضوع هذا المسار